بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمد العبد هو رسوله سيد الرسل الكرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العظام يا أيها الذين آمنت قل الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادني الله وإياكم من عذاب النار أحبتي في الله لقد حفى الإسلام على مارسة الرياضة وكل وسيلة ترفيهية مباحة غير خادشة للحياة بشرط عدم صرح المسلمين عن أداء واجباتهم سواء الواجبات الدينية أو الدنيوية فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير كما قال سيد الآلام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ولقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنموذجا لممارسة المؤمن للرياضة وذلك حينما سابق زوجه عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كما قالت أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قالت فسابقته فسبقته بدأوا المسابقة فسبقت أمنا عائشة رضي الله عنها فسبقته على رجلي فلما حملت اللحن بعد مدة وقد زاد وزنها سابقته فسبقني فقال عليه الصلاة والسلام هذه بتلك أو بعبارة الرياضة اليوم واحد واحد يعني غلقتيني في المرة الماضية وغلقتك في هذه المرة فالرياضة مشروعة ولكن ما نراه في هذه الأيام من كبس العالم وكرة القدم فإنها أصبحت أكثر من مجرد رياضة أكثر من مجرد نعبة كما قال الشاعر أرأيت أشهر عندنا من لاعب كرة القدم أهم أشد توهجا أم نار برق في علم لهم الجباية والعطاء بلا حدود والكرم لهم المزايا والهبات وما تجود به الهمم ولعالم سهر الليالي عاكفا فوق القلم ولزارع نحي الموات فأنبتت شتى النعم ومقاتل حرم السهادة ولم يزل رهن الهمم بعض الفتاة لكي تعيش علية كرة القدم فبفضلها سيكون هذا الجد من خير الأمم وبفضلها يأتي الصباح وينتهي ليل الظلم فانقلبت إذن أعبة المفاهيم وأصبح الولاب والبراء على أساس الاتماء للرياضة ولكرة القدم ومن أجل ذلك نريد أن نقف وقفات مع هذه الدورة من كأس العالم فنقول أولا وبالله التوفيق إن نحفظان هذه الدورة في بلد إسلامي غير مباح شرعاً لما في ذلك من العديد من المنكرات والمحرمات والفواعش مثل الاختلاط وعري النساء والأضاني الخليعة وغير ذلك والخمور حتى وإن لم تكن فيه داخل المنعب فهل يجوز خارج المنعب أن يستخم؟ فلذلك هناك أسباب عديدة لا تبيح مثل هذه التظاهرة في بلد مسلم وكذلك من أسباب التحريم الإسراف والتبذير والأموال الباهرة التي تنفى في سبيل هذه الدورة وفي سبيل كرة القدم عموماً والله جل وعلا قد حذرنا فقال ولا تبذر تبذيراً إن المبذيين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً ومن أدلة التبذير تلك الرواتب الخيالية للاعب الكرة فهم يشترون ويباعون بالملايين من الدولارات أليس هذا من الإصراف والتبذير وتجد العلماء والأضباء والمهندسين والمستشفيات والمدارس ليست لهم تلك الميزانية والفقر يخطف أرواح المسلمين في بقع الأرض والظلم يهتك بالأسر فلا يشك مسلم في أن مثل هذه التظاهرة من الإصراف والتبذير المحرم نسأل الله أن يفرج كربات المسلمين إلا أن هذا الحكم أحبتي لا يمنع المسلم من أن يشكر الإنسان إلى فعل خيراً فأصال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر فربما يكون الإنسان عاصياً فاجراً بل ربما يصل به الأمر إلى الكفر ولكن الله يستعمله في الدين كما استعمل أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنقول إن نشر الإسلام واستغلال هذه التظاهرة وهذه الدورة من أجل نشر الإسلام لهو أمر موفق لهو أمر طيب ونشر الدعاة هناك والإتيان بالدعاة لشبت اللغة فهذا أمر طيب يشكرون عليه ولكن هذا لا يبرر انتشار الفسق والفجور لا يبرر هذه التكاليف الباهظة ولكن إن أخطأ الإنسان قلنا أخطأنا وإن أصاب في شيء قلنا أصبنا وهكذا علمنا الإسلام العزل في أحكامنا والموقف الثاني أحبتي أو الوقفة الثانية أن هذه الدورة من كرة القدم أو من كأس العالم بيّنت ازدواجية المعايير في الأرض والكيل بالمكيالين كما قال تعالى وَلَنْ تَرْبَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالْنَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ فدول كفرنسا التي تمنع المبذنة إذا بنى المسلمون المساجد وألمانيا التي تمنع الحجاب في كثير من المجالات يغضبون إذا منع اللاعبون من وضع شارة تدعو إلى الفسق والفجور والفاحشة والرذينة فنشهر معالم الإسلام غير مراقب فيه وأما نشهر الرذينة فحق من حقوق الإنسان وهذا التناقض بين واضح وينبغي على المسلم أن يعي هذا وقد كفان الله مؤونة البحث عن هذه الحقيقة في تلك الآية الكريمة ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم مثلهم أحبتي كمثل شخص يزورك وهو مدخن نسأل الله أن يتوب على المدخنين وطلبت منه ألا يضع علبة الدخان فتطاونه حفاظا على ذريته تقول له أنا لا أريد أن يرى أولاد هذه العلبة وأنت في بيتي زاير عندي فتصوروا بالله عليكم لو أن هذا المدخن يخضر كيف هذا هذه حرية والدخان حق من حقوق الإنسان أي أحمر هذا أهذا أدبا أهكذا يكون الزائر عند ضيفه أو عند من ضيفه فانظروا أحبتي إلى هذا الأمر القضية ليست حرية القضية ليست حقوق القضية إيمان وكفر القضية هي الدين القضية لمن الحكم القضية من الذي يحكم فنحمد الله سبحانه أن جعلنا من المسلمين ثالثا أحبتي إن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون قال الإيمان القرطبي رحمه الله فكل لهو دعا قريله إلى كثير أي ستصبح مدمنة أي كان هذا اللهم أي شيء دعا قريله إذا بدأت بالقريل سيصبح أكثر وأكثر وأكثر وأوقع العذاو والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر وأوجد أن يكون حراما مثله فللأسف أصبح الناس يولون ويعادون في سبيل الكرة فربما يحب الشباب لاعبا يناصر من يقتل إخواننا في فلسطين ويعينهم بالأموال ثم يتمنى الشاب المسلم أن يكون مثل هذا اللاعب الخارج لأولئك المسلمين في فلسطين وكذلك ربما تجد من يحب ملاكما لأنه ذا لحية أو لأنه من بلد إسلامي ويعتقد أن نصره على إنسان هو نصر للدين أينصر الإسلام بالملاكما أينصر الإسلام بالكرة أينصر الإسلام باللعب أم أن الإسلام ينصر بالرجوع إلى دين الله بأن نحكم شرع الله في حياتنا بأن نطيع ربنا سبحانه وتعالى فانظر كيف قربت الموازين انظر كيف يحب العدو للمسلمين من أجل تسانيه في كرة القدم وهذا خطر داهم فالمسلم يحب لله ويبغض لله ويوالي لله ويعادي لله ولا يحب ويعادي لكرة القدم وكذلك من الأمور المحدثة هذا السجود الذي امتدعه لاعب كرة القدم كلما كان هناك هدف سجد ليس هذا بسجود الشكر فأي نعمة حلت بالمسلمين بعد هذا الهدف هل بهذا الهدف انتهى عذاب إخواننا في فلسطين أم في بورما أم في غير ذلك من البلدان حينما نسجد لله شكرا نسجد بعد نعم من الله بها علينا لنسجد لتفاهة وهذا أمر خطير فإن الله أمرنا بتعظيم شعائر الله لا بترفينها والاستهزاء بها والتهوين منها قال سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نسأل الله أن يردنا ويرد شبابنا إلى دينه يرد الجميلة اللهم عجل قلوبنا بك يا أرحم الرائمين اللهم اجعلنا من عدائك يا الجلال والإكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن الترعبدا يا شخص نعم اشتركوا في القناة 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 لن نقطة تتطرين. أي هي من المسلمينة منصب المسلمين من المسلمين لأولاد الشعب لا يمكنهم من العملية المسلمين من العملية المسلمين التي ستعطينا بها من المالية المالية التي ستعطينا بالأستمر وأن هذا سيكون ما يقولون لأن عز 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 م فقط أبريكو reindeer عز في ممنANNA كان البشر واليساة والمشارات السيئة واليساة والديوذة والمشارات السيئة والأسجن من القاسة وكل هذه المواسارات المستوعة والسليطات المستوقة عندما يكون المسارات السبقة وهمون في النجل بضع لبيعيز وشراء وكذلك تضع هذه النجلة لقد ونصحة مجرد تحفظ وعن والمسلمين لا يجب أن يجب أن يجب أن تحفظ يجب أن تطلب إستمران ربما يجب مجتمع وقد يجب أن يكون تطلب إذا كانت جميعا لم ينجب أن يكن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله يساعد هذه المساعدة من شخصهم ومن يساعدون ومنون من تتعارضون مثل جميعا أبو طالب الملانة صلى الله عليه وسلم الله يساعد هذه المساعدة يستغررت بحث أن يؤسسوا في التراسم تتتخدمنا لنفس الدين على الاقتراحة لأننا نقول لك أيكوية لأننا نقول أيكوية أن هذه أحيانات الترميست المنشو أقوم أليس لخدمات الانتقار للعب منطقة ومنطها النجوم الإنتظار أنهم في المنشو أت Beyond الأساسل المنشو أقوم بلعب الله الله سبحانه وتعالى منطقة الأعلى لا يؤدي الأم البعض للغاية في تلعاتي الرجل 2012 المسهورية الاشتراكية الجديدة فيها التعامل المصدر الدولة مكتبات المناطق المناطق في المناطق في المناطق الأمة في وقت اليماني اللي هي بخطوة الوضع في محطرة المترجمة مع قدران بخطوة ويستخدم في الكثير من الأسفل ولكن هذه الملاحة 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 لدينا في قطرية في قطرية لا يعطي الملاحة يهربوني لكني لكني من البيانين görd oleh أجل وكني يشتري ويشتري بسهرين يعني أصول ما يقولون في المكررة بناء حالى ويشتريا ويشتريا معكم إذا brake هذه الحالية إذا كانت التمゴفة مثل يوضعت ساقة هو في المواه Heaven أو هو العقل أمود الأعstanden وهلُتي ساقة يعني أو أو هي العقل顏 Chat من الل العب العديد الأمون أَجِدز الوقت سنتمًا توطج سبقي للعقل هل ت pled something they يجعل تم لوشكء بها ازعيز الوقت يجودέλர صدق من جدد وحاَا سألتهم أتضغت لا تفرعه التجارة أراحي وأنني أرحتمني أراحي لأن أصدغري أصدغر هذا until أصدغر لأنني أراحي لأنني أرادت معروف في موشفة أنا أسدغي أضغب نفسي رأي بأن هذا أساور يجب أصدغر وأنا لأنني أصدغط على شبه وأنا لأنه ل LINها اضاف yummy درجاء کرين ويدي جيد من درجاء مفhouseي inj hay من جديد he inquiry عن ع PIB يريد الذي من سملك الرعب ρχ في المشكلة لكنني سأتبون بها سياسي، لأنني أرى أشتقل أعيشة في هذا الماضي، لكنني ليس سمية الأحر، أحيانت الأحر، أحيانت الأحر، أحيانت الأحر، أحيانت الأحر، ويحديكم، إنه، أحيانت، أنه يتحقل أن هذا التحرط يجب أن يكون هذا التحرط، أن هذا مثل الأمر يأتيك fastid ما يسأتي بها وي درتي ي Songناك على مدارعه أنه يبقى كذلك كذلك لذلك أساوتي لذلك وذا يجب أن نشاهدنا Sleep يجب أن نحن نامفع يجب أن يخبرنا على التعلم وأن يتعلم أن يقولون الإسلام الذي يجب أن يجب وغير ويجب أن يجب أن تستطيع الإسلام سنوات أيضاً لديكم أن تكون نحيم الاسلام لا يشعر في خطرنا الله وضعه ايضاً أيضاً لديكم ويستمرون وموديك، المسلمين، يدعون لكي يردون فأسوله، فهدوه يمعي في المعارجين، ونحن يمعينا في الملاحظة المعارجين، ونحن يمعينا في الملاحظة المعارجين، يمعينا في الملاحظة إلى الملاحظة، ويجب أن يتعلق بكأنه لا يبقى حذرًا، إن هذا الإسلام؟ هل لديون مردون أنت بيها مجدًا أنت تلقيت الجسد طيب بسه Peru؟ هل لديك شخص ربنا، لديك شخص ربنايا عندما جديد؟ لذلك ولديم شخص نسمع بسيطة، هل لديك شخص ربنا ليس مثلاً حول أنه، حلوط زيار غير ولديك شخص، هل لديك شخص غني ثم غير مجدًا ينبج فقط التوارض عنه إذا كانتظم مبيعًا عددًا عدد من فضلك المساعدة الحزنه صديق المعط Kilach وإذا كانت تتكلم فيNG خلق العديد لشرفها وإذا كانت أرجع أفضل تجربت أنزعت فورة عددًا غجرحة لكن لماذا أشك بيش viu شخص برشدها على حسين الأعب شخص برد أو شخص لأسي سليم لديه 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 أسنطر يجب إليه لديه سيشعر لديه über die Anbetung الله سبحانه وتعالى الله ermahnt uns die Rituale der Religion hoch zu achten dass wir sie respektieren dass wir sie nicht verwenden für solche Unterhaltungen sondern die Niederwerfung muss etwas Besonderes bleiben dass du Allah dankst dass dir eine gewaltige Gabe zuteil wurde nicht weil ein Tor geschossen wurde daher liebe Geschwister muss Fußball mit anderen Augen betrachtet werden mit der Brille der Religion und nicht mit der eigenen Neigung mit den eigenen Begierden denn in diesem Fußball in dieser Weltmeisterschaft lauern viele Tücken des Teufels möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime zur Religion zurückführen أحبتي في الله وفي الختابي ندعو لأخين للا أصيب بمرضي في رئتي فلا يكادو أن يتنفس اللهم رب الناس أدلب عنه البأس واشفه انت الشافي لا شفاء إلا شفاء للا شفاء للا شفاء للا شفاء للا شفاء للمسطقة من bruder der probleme mit dem adat und hat man nicht mehr atmen kann möge allahs وطعالahs hanno sefan juan um khanna sought birana die krankheit von ihmpat وصلي لهم وسلم ذلك على نبينا محمد وعلى ذاته وأصحابه أجمعين